دعم برلماني عراقي مطلق للشعب اللبناني والقضية الفلسطينية عبر القرارات والتشريعات الساندة لعمل الحكومة وإجراءاتها فضلا عن المواقف الإنسانية والدعوات الرسمية لعقد اجتماعات عاجلة للبرلمانات العربية والإسلامية منذ بدء الأدوان الصهيونية على غزة كان له موقف فكذلك أيضا أن بدء الأدوان على لبنان الحبيبة كان هناك موقف نيابي والكل يعمل اليوم تلبية لنداء الإنسانية ونداء المرجعية ونداء الديني والإسلامي والشرعي الدعم النيابي لم يقتصر على بيانات الاستنكار والإدانة وإنما راح يسند الحكومة في الغطاء التشريعي لكل الإجراءات والقرارات التي تسعف النازحين والشهداء والجرحى في لبنان فضلا عن حملات التبرع والدعم المادي والخدمي قبل وبعد استشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله فيما يقص موضوع الدعم العراق هو أول من بادر بهذا الموضوع يوم أمس كانت هناك قرارات وقبلها كانت هناك قرارات وحتى قبل استشهاد السيد رحمه الله هناك قرارات مهمة من جانب المجلس النواب وكذلك الحكومة العراقية فيما يقص موضوع مجلس النواب الآن نحن نعيش الحداد على روح سيد حسن نصر الله وكذلك الدعم اللامحدود لهذه القضية يعتبر أن هذه هي قضية الأمة قضية الأمة الأوحد وكذلك قضية المقاومة تحركات لإغاثة شعبنا الحبيب شعب لبنان وأيضا ندعو إلى اجتماع البرلمانات العرب لأجل مساندة هذا الشعب الصامد من الأمور الأساسية التي نرى الآن بالواقع الاجتماعي هي جمع مساعدات مادية ودوائية أيضا هذا الموضوع مهم وندعمه بشدة وإلى جانب الدعم الحكومي المطلق إلى لبنان والقضية الفلسطينية فإن البرلمان اتخذ إجراءات تشريعية وإنسانية لدعم القضية الفلسطينية والشعب اللبناني بالمساعدات والقرارات الأممية والإقليمية سجاد الموسوي العراقية الإخبارية بغداد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر